الرجاوي في عدد اليوم بأмуلون الرجاء يقدم حمد أحداد بل وزيس ولنفرق الراجاء الرياضي على سبيل الإعارة لغاية نهاية الموسم الرياضي المقبل مع إمكانية الشراء انشر الموقع الرسمي للراجاء الرياضي وصفحة رسمية على موقع وتواصل الاجتماعي فيسبوك البارح صورة اللاعب حميد أحداد بقامس رجاء الرياضة تقدم الرسمي بملعب الوازيس حميد أحداد سيقدم موسم واحد مع فريق الرجاء مع إمكانية شراء العقد دياله من طرف الفريق الأخضر في حال تقتين على المدرب الفرنسي بطريس كارتيرون بالمردود اللي سيقدم بقامس النوسور ثاني خبر بعنوان ملخص لحوار جواد الزيات مع أسما بن عبد الله وفي محتوى الخبر السادف البارح الصحفي الرياضي أسما بن عبد الله رئيس الرجاء الرياضي جواد الزيات في برنامج مع أسامة تطرق فيه عدة مواضيع من بينها بداية موسم الرجاء مالية الفريق الأخضر والأفاق المستقبلية للنادي غلقص لكم الحوار ذي الرئيس الرجاء في عدة عوارض والليجات كالتالي إعارة أحداد كلفة النادي 140 مليون سنتيم وراتبه يقارب مكان يتقادع محسين ياجور النادي قدم عرض محترم لسنة دورفلي لكن اللاعب الليبي يطالب مبلغ مالي مرتفع وهذا ما لا يعمل بصلحتنا المالية ومصلحت المجموعة ولكن ما زال مغلق النادي بالتفاوض معه تم تسعيد سعوة اللاعبين من فئة الأمال ثلاثة منهم سيعتمد عليهم بطريس كارتيرون بشكل أساسي حيث أبانوا على مرضه الطيب يشرف مدرسة الرجاء بقاء السابيري وشي ميزوا من عدمه سيبت في المدرب كارتيرون في الأيام القادمة ما زال مطلق النادي التعرض بخصوص فوريسنجا أو محمود بن حاليب والنادي في مفاوضات مع ابن حاليب الجديد العقد تم فسخ عقد صلاح الدين الباري في المقابل نزل على جزء كبير من مستحقاته المدرب غير مقتنئ بصيف الدين العالمي وهو الآن يتدرب مع الأمال في انتظار توصل بعرض كارتير من الطرفين إذا تم توقع المهاجم الكونغولي فغالبا ستكون آخر صفقة في المركات الرجاوي النادي الرجاء يملك عقد الفابريسنجوما يمتد ثلاث سنوات عكس ما تتعوّج له بعض الصفحات على أنه فقط معار عبد الإيلاء الحافظة سيكون جاهز بداية شهر نوانبير وأكاديمية أسباير مشكورة لتكلفات في جميع مصاريف الإلاج افتتاح الأكاديمية كما كان خطط له سيكون أواخر 2019 النادي يخرج من الموسم الرياضي 2018-2019 بفائد مالي ويجب استغلاله في تخفيف من الأزمة عبر صرف المستحقات العالقة اللاعبين منها من حشك السوبر الأفريقي ومنح أخرى في دمة الفارق وكذلك صرف بعض ديون المؤسسات لك الدين الرجاء بمبالغ مالية النادي توصل الى اتفاق مع أحد البنوك الذي كان يدين الرجاء بـ 600 مليون سنتيم تنزل لنا على 50% من الرقم المذكور شريطة تسديد البقية هذا الموسم عبر دفوعات قاريدو تنزل عليه جزء مهم من مستحقاته وتم الاتفاق على صرف الجزء المتبقي عبر ثلاث أشطر والذي يدفع فيه النادي الشطر الأول عند قدوم المكتب الأول مرة تفاجأ للرقم الكبير الذي يصرف الليما مابيضي والمتفق عليه في عقد اللاعب مع المكتب الذي يجلبه هو مكتب ودريقة سابقاً المكتب الحالي كان بغي يجدد المابيضي في المقابل إيجاد سبو الميسارة لصرف المستحقات عبر أشطر إلا أن لا قاريدو لا كارتيرون مقتنعوش بما بيضي وهو أيضاً عبر على الرغبة له في الرحيل والآن يهدد باللجوء اللجنة النزاعات في حالة عدم صرف مستحقاته العلاقة إلا أن النادي سيعمل لكل مفجده لإيجاد حل كاردي الطرفين قضية فخير يتعجب له النادي بزاف حيث يُعقل الإبن النادي يعرف خباياه والأزمة له ويوقف ضده في الطاس المطالبة بـ 500 مليون سنتيم وهذا اللي حكمت بيت الطاس بالفعل إلا أنه يجب انتظار تزكية السلوطات المغربية للأمر من أجل تنفيذ الحكم نجح النادي في تفع أكثر من 50% من مستحقات اللاعبين من دخول الفارق من بيع منتجاته عبر الأنترنت وصل إلى 40 مليون سنتيم وصلنا إلى حد الآن إلى السلف مشترك والعدد في تزايد 25% منهم طلبوا بطائقهم عبر الأنترنت تبعت 2500 تذكيره خاصة بمباراة بيتي سلويدية عبر الأنترنت في انتظار طرح باقي التذاكر في الشبابيك رحلة النادي للقدس الشريف ستكون عبر عاصمة الأردن ثم الدخول إلى رام الله ثم القدس وإدارة الفارق الفلسطيني هي اللي ستكلف بدل عملية نحن فقط علينا إرسال لائحة البيتة وهما اللي ستكلفه بعبرنا للقدس بدنا التصالات مع سافر المملكة في رام الله من أجل تسهير رحلة الجمهور الرجاوي كذلك خبر جديد بأنوان الرجاء يوضيف حميد أحداد في اللائحة الإفراقية وفي محتوى الخبر كتب موقع الأنصار عبر الصفحة الخاصة في موقع التواصل الشمائي أن فارق الرجاء الرياضي ضف المهاجم والوافد الجديد على القلعة الخضراء حميد أحداد لللائحة الإفراقية اللي ستلعب دوري أبطال الإفراقية هذا الموسم إضافة أحداد لللائحة تزامنات مع آخر يوم خاصة تقييد اللاعبين في اللائحة الإفراقية وبرغم من إضافة اسم أحداد فهو لا يكون إمكانه المشاركة مع النصور الخضر إلا بعد مرور الرجاء المبعد الدور الأول من دوري أبطال الإفراقية جديد بالذكر أن فارق الرجاء الرياضي يبدأ يمار المنافسة الإفراقية الأسبوع المقبل بحيث يواجه نادي براجاما يونايت للغامبي برسل الدور تمهيد من المسابقة ذهبا في دولة غامبيا خبر أخر بعنوان الرجاء يرسل لائحة الإفراقية الخاصة بعصبة الأبطال للكافر وفي محتوى الخبر رسلت إدارة فارق الرجاء الرياضي للكاف لائحة اللاعبين الذين يأخذوا منافسة دوري أبطال الإفراقية في موسم حالي بحيث كان البارح أخر أجل الفرق المشاركة بالمسابقة الإفراقية في مد الاتحاد الإفراقي باللوائح الخاصة باللاعبين الذين يشاركوا وفي انتظار يناير المقبل سيعرف كذلك فترة أخرى لإضافة لاعبين جديد بالنسبة للفرق لمواصلة المشوار في دوري أبطال الإفراقية فارق الرجاء الرياضي سيكون ممثل بلاعبي الأتيين زنيتي، بوعميرا الحداوي، مذكور جبيرة غازوت بانون الحداد نقاد دويك، درويش، بوطيب كولي فالي الشاكر نقومة، نناح العرجون الوردي، إصلاح بن حاليب، متولي الرحيمي الهبطي، أحداد الحافيضي جدير بالذكر أن اللائحة تضم كذلك اللاعب محسين ياجور لمشى الضمك السعودي في حين تم إضافة إلياس الحداد والحافيضي وحميد الحداد آخر لاحظات خبر آخر بأنوان، رسميا الجيش الملكي يقدم لعب الرجاء الباهي في محتوى الموضوع، وتأكيد الخبر السابع، بخصوص رحي المتوسط ميدان الرجاء الرياضي، صلاح الدين الباهي تم تقديم اللاعب رسميا البارح لوسائل الإعلام كلاعب جديد الفارق جيش الملكي، اللاعب الباهي تنزل على جزء كبير من المستحقات العالقة تم تفارق الرجاء الرياضي، منها منح التوقع وبعض منح المباريات لتسلم الأوراق ويتفاوض مع فارق يلعب له هذا الموسم بحكم أن مدرب الرجاء الرياضي باتريس كارتيرون السبع دوم اللائحة اللي غي اعتمد على الموسم الحالي الشيء الذي خلق إدارة جواد الزيات تنفصل معه وتفسخ العقده بتراضي ما ضامن عدم لجوء الباهي للطاست تفادية للنزاع الجديد يقدر يزيد من متاعب الرجاء المادية صلاح الدين الباهي كي تعتبر رابع لاعب رجاوي كين تدبوا الفارق العسكري في المركاته بعد موقع الكل من الحارس باعيه واللاعبين أشرف مرزاق حمزة موجاهيد ومؤخرا صلاح الدين الباهي خبر جديد بانوان تكريم محمد أول حاج خلال اللقاء بيتيس وفي محتوى الخبر قررت إدارة الرجاء الرياضي تكريم مدافع الرجاء ومحمد أول حاج في اللقاء الودي لغي جمع الأحد المقبل نصور الخضر بفارق ريال بيتيس الإسباني وكي سعى فارق الرجاء من خلال التكريم لشكر محمد أول حاج على المصار الكرويه مع الفارق وتضحيات الإدارة طيلة المقامه مع النادي بحيث قضى تقريبا 11 سنة مع الفارق الأول بعد تدرج في جميع الفئة السنية لنادي الرجاء الرياضي وطيلة هذه السنوات توصل بعدة عروض من اللي كان في أوج العطاء دياله منها عروض خاليجية وأخرى أوروبية لكن في الضالي السامر مع الفارق الآن ذاك بحكم حاج جوليه في ذلك الوقت وكي تعتبر محمد أول حاج من اللاعبين اللي يحضروا باحترام الجمهور الرجاوي وكذلك جمال الفرق الأخرى اللي يشوفوا في اللاعب طيبة وحس للأخلاق وفي دورنا كنت منه مسيرة موفقة لمحمد أول حاج في المصر الكوراوي دياله وكنشكروا على الاستنوات اللي قدم عنادي بحلوها ومرها نمروا معكم الفقرة الثانية من جورنال فير ونتكلمون لكم على الميركاتور الرجاوي أول خبر من الميركاتور الرجاع بعنوان زيات يؤكد اتفاق الرجاع مع مالونغو في انتدار الإعلان الرسمي وفي محتوى الخبر اكد البارح رئيس الرجاع الرياضي جود زيات توصل الفريق الأخضاء الاتفاق بنهائي مع مواجم تيبي مازينبي الكونغولي بين مالونغو بحيث في الجلسة اللي جمعته في الصحفي الرياضي أسامة بن عبد الله في البرنامج دياله مع أسامة وفي سؤال لي حول الأخبار رائجة بخصص مهاجم الكونغولي قال جود زيات أنه فعلا توصل الاتفاق مع المواجم بين مالونغو أغلب بونود العقد ومتبقي فقط بعد جزئية صغيرة اللي منعانة من الإعلان الرسمي على الصفقة وكيقصد هنا الأخبار اللي خرجت بخصوص أن مالونغو ما زال العقد دياله سيري المفعول مع تيبي مازينبي مع العلم أن اللاعب الكونغولي كيقول أنه حر وما بقاش كيربطه التعقد مع مازينبي حسب المصادر ديالنا فاللاعب وقع على العقد مع الرجاع لمدة ثلاث سنوات والإعلان الرسمي غيتم بعد تأكد من أن اللاعب حر وما كيربطه التعقد مع الفريق دياله السابق جواد الزيات أكد أنه في حالة الإعلان الرسمي لضم مالونغو فغلقوا المركاتو ويكتفيوا باللاعبين الذين ينتهبوا حتى الآن خبر آخر بأنوان مروى الهدودي بقام يسراجع الريادي الموسم المقبل وأكد رأيس راجع الريادي جواد الزيات أنه من بين اللاعبين الذين يقومون بمخططهم في المركاتو الشتوي أو الموسم المقبل كان لعب الدفاع الحسن الجديد مروى الهدودي اللاعب الذي يتعتبر ابن مدرسة الرجاع وتتدرج في جميع الفئة السنية للنادي بحيث يسبق له وجاور بضربانون ووقع له محمد بودريقا الرئيس السابق عقد احترافي مع الرجاع آنذاك قبل أن يستغنع له المدرب السابق محمد فاخر ويغادر صوي بفارق الدفاع الحسن الجديد اللاعب مروى الهدودي مازال له سنة واحدة مع الفارق الدكالي ويصبح لاعب حر جلسته إدارة الرجاع الرياضي وقنعته بتوقع الفارق في الموسم المقبل لنصور الخضر في حالة لا تمش الاتفاق مع الدفاع الجديد بجلب اللاعب خلال مركاتو الشتوي المقبل كان هذا آخر خبر رجوي في عدد اليوم من جونال فين